انطلقت فعاليات الدورة التسعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمصرح التجريبي والتي تحمل اسم المصرح العالمي بيتر بروك وذلك بالمصرح الكبير بدار الأوبرا المصرية أوضحت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أن المهرجان استقدم فعاليات متميزة تسعى للتأثير في مسيرة المصرح ليس في مصر بل في كل أنحاء الوطن العربي ويذكر أن المهرجان يشارك في فعلياته ومسابقاته 44 عرضا مصرحيا ويستقبل ضيوفه من 46 دولة عربية وأجنبية